مجمع الأندلس التعليمي مدرس الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف السادس اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس اللغة العربية نسأل الله لكم التوفيق والسداد اللهم أمين أعزائي الطلاب لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد بدينا أريدكم أن تتدربوا على هذه الأفعال صل إجلس أكتب ولدي العزيز تجنب الانشغال أثناء الدرس أحضر دفترك وقلمك سجل ملاحظاتك للاستعانة بها وقت الحاجة وإن احتجت أوقف الفيديو وأعد مرة ثانية درسنا اليوم هو الهمزة المتوسطة اقرأ الفقر الآتية كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ويتحمل عواقب أفعاله وبخاصة فيما يتعلق بقيادة المركبات إذ يجب أن نسأل أنفسنا باستمرار هل نحن ملتزمون بآداب المرور؟ وهل نحترم قوانين السير؟ إن اهتمامنا بهذه الأسئلة يدل على وعينا وحسن خلقنا نلاحظ كلمة مسؤول كتبة الهمزة على واو نسأل كتبة الهمزة على ألف الأسئلة كتبة الهمزة على نبرة أو على يا الهمزة المتوسطة تكتب في وسط الكلمة مثال ذلك كلمة كؤوس مسألة ضوئية كلمة مسؤول بها همزة متوسطة على الواو حركة الحرف الذي يسبق الهمزة السين ساكنة حركة الهمزة نفسها و إذن هي مضمومة حركتها الضمة والضمة أقوى من السكون فتكتب على الواو كلمة مؤلف مؤا الهمزة الهمزة كتبت على الواو وحركة الحرف السابق الميم هي الضمة وحركة الهمزة الفتحة أيهما أقوى الفتحة أم الضمة الضمة ولذلك كتبت على الواو نسأل همزة هنا على الألف والسين ساكنة والهمزة مفتوحة عليها فتحة فالفتحة أقوى من السكون فتكتب على الألف الأسئلة الأس إي الهمزة مكسورة كتبت على ياء السين ساكنة حركة الهمزة الكسرة والكسرة أقوى فكتبت على ياء نستنتج مما سبق أن الهمزة المتوسطة هي التي تأتي في وسط الكلمة ومن مواضع كتابة الهمزة المتوسطة أنها تكتب على ألف وواو وياء تذكر عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ونكتب الهمزة على ما يناسب أقوى الحركتين وحركاتنا في اللغة العربية هي ثلاث الكسرة ثم الضم ثم الفتحة عثب القوة أي أقوى حركة هي الكسرة ثم الضم وأقلها الفتحة طبعا أقل من ذلك السكون سنأتي إليه في مرة قادمة إن شاء الله حركة الكسرة يناسبها الياء والضمة يناسبها الواو والفتحة يناسبها الأجل السؤال الأول وضح سبب رسم الهمزة في مواضيعها فيما تحته الخط مستفيدا من المثال لا تجب لا تجب حتى تفهم السؤال اقرأ السؤال أولا ثم أجب كلمة السؤال الهمزة أفتوحة وما قبلها مضموم وقلنا أن الضم أقوى فكتبت على واو يتأنى السائق يتأنى الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح إذن لا بد أن تكتب على الألف المسلم لا يؤذي يؤذي الهمزة ساكنة وقبلها مضموم والضمة أقوى من السكون الاستئذان أيضا الهمزة ساكنة وقبلها مكسور فالكسرة قوية أقوى من السكون كتبت عليها السؤال الثاني اختر الكلمة المكتوبة إملائيا بشكل صحيح لملء الفراغ لا تجعل يسيطر على نفسك لا تجعل اليأسة 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 اليأس اليأس الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح فالفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف لا تجعل اليأسة مسيطر لا تجعل لا صديقك على فعل ندم علي لا تؤنب كيف نكتب تؤنب تو التأمض مومة والهمزة عليها فتحة أيهما أقوى رائع الضمة فتكتب على واو لأن الواو تناسب الضمة إذا فأجب بما تعلم إذا سئلت كيف نكتب سئلت سوء حركة الهمزة هي الكسرة وقلنا أن الكسرة أقوى الحركات فتكتب علي حسنتم السؤال الثالث أذكر مفردات الجموع الآتية واكتبها كما في المثال رؤوس رأس لؤماء أشخاص لؤماء مفردها لئيم ولا يوجد مسلم لئيم إن شاء الله مسائل مفردها مسألة آبار بئر أفئدة فؤاد فؤاد كؤوس مفردها الواحد منها كأس نستطيع أيضا أن نعرف أن كلمة رأس الهمزة ساكنة وقبلها فتحة والفتحة أقوى من السكون فكتبت على الألف وبئر الهمزة ساكنة وقبلها كسرة الكسرة أقوى من السكون فكتبت على ياء فؤاد آه الهمزة مفتوحة عليها فتحة ولكن قبلها ضم والضم أقوى من الفتحة فكتبت على واو لأن الحركة الأقوى لأي الهمزة هنا مكسورة وقلنا أن الكسرة أقوى الحركات على الإطلاق وقبلها فتح فكتبت على الياء لتناسب الكسرة مسألة مسألة الهمزة مفتوحة والسين قبلها ساكنة والحين قلنا أن الفتحة أقوى من السكون السكون أقل الحركات فكتبت على الألف كأس أيضا الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فكتبت على الألف أنه أقوى من الهمز غلق درسنا أيها الأبطال نريد أن نعرف سبب كتابة الهمزة على هذه الكلمات يصوم المؤمن المؤمن شهر رمضان قلنا أن الميم مضمومة والهمزة ساكنة فكتبت على واو الصدق من شمائل إي الهمزة مكسورة شماء إي ولذلك الكسر أقوى الحركات فكتبناها علي رأس رأس الحكمة مخافة الله سأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا خوف الله سبحانه وتعالى رأس الراء مفتوحة والألف ساكنة والفتحة أقوى من السكون فكتبت على ألف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى ونؤكد على أهمية هذا الدرس يا أيها الأبطال بعض زملائكم ممن يهملون تعلم خواعد الكتابة يصل إلى مراحل عليا من الثانوي أو غيره ولا يزال عنده أخطاء يخطئ فيها في الكتاب نتعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته